بننباة حدت على هذا السؤال وحكيت انه هذا الموضوح حلال بدون ما اشرح وبدون ما اجيب مواجع وبدون ما اجيب اشي فبعثكم بعثلي وطلب المصدر على الحكي والمواجع وانا بصاحة مكسر انه كل شوية بعث لواحد نفس الحكي فحكي ايسا بشوية عن الموضوح هذا وشو ادلته بس انا متداق من شغلة الاسئلة من هاي النوعية انا بستغبها انه يعني انت عن جد محتاج شيخ ويقولك شو لازم تعمل مثلا مع ماطقة ومع حبيب تقوش مكان يعني يعني انا بستغرب من هاي الشغلات يعني انت بجد محتاج حدا يقولك زي مثلا موضوع العادة السرية لما عملت عنها فيديو انا عملتها انه كثيرا الشباب كانوا يبعثوا لي يحكوا لي حلال واللحام حلال واللحام انا دائما كنت احكي له انت شو بدك بالحلال واللحام انت هذا موضوح شخصي اسمه حتى العادة السرية ليش بتسأل حدا فيها يعني هذا اشي بخصك يعني انت فك فيها لحالك مش لازم الشيخ يقولك كل اشي بالدنيا حتى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ما كان يحكي كل اشي في كثيرا شغلات ما فصاها مثلا هادي طبعا اغلبكم تعلمتوا في المداس وتعلمتوا بشكل عام حتى لما تدوى عنيت هتلاقي الاشيخ بيحكو لك انه هاي القضية حام بس بالواقع هاي القضية مش حام بل هي قضية خلافية تمام يعني في ناس قالوا بالماضي نحلال وفي ناس قالوا نعام تمام هس انت كبني ادم عادي لك لحك تخذ اياري بس طبعا الشيخ تعوه انه للأسف اغلبهم ما بيحبوش بينه انه في وجهة نظر ثانية مدام هو الشيخ نفسه مقتنع باي القصة نحام خلص بيقولك نحام بدون حتى ما يقولك انه لا في شيخ ثاني قال هيك ولا بيقولك والله انه لا في حتى صحابة عملوا هيك ما بيقولوا هالاشي فهم بيعتمدوا يعني على هالقصة انه خلص مدامهم سمعونا احنا بنحكي لهم البدنية وخلص وطبعا لازمون ناجع على شغلة ثانية اغلب الشيخ لقدام بالنسبة لهم الزواج بالذات اذا بدك تتجوز لازم تخلف هيك اغلبهم عندهم لازم تخلف تمام فاذا عملت هالعمل اكيد مش هتخلف تمام فهم عندهم على هذا الاساس اغلبهم مع انه ما يحكوا الموضوع بالنسبة للناس اللي بيحكوا انه هذا الفعل لا يجوز او انه حام مثلا ما فيش اوليش محهم دليل قوي يعني ما فيش ولا اي بالقوان واضحة في هذا الموضوع بتقول حام تعملوا هيك والحام المفروض يكون بيّن والحلال يكون بيّن مدام الموضوع ما في نص بحام اذا هذا الفعل حلال لانه الاصل بالامور هاي قاعدة عفقة اسلامية الاصل بالامور الإباحة مدام ما في نص حامها انتهينا وفي حديث ثاني عن النبي بيحكي فيه حتى نقاطه بتفساد طبعا هذا الحديث بيقول فيه النبي انه ما حام ولا قال عن اشي حلال الا اذا كان بكتاب الله يعني ما بحام اشي ولا بحلل اشي إلا إذا كان بكتاب الله ومدام الأصل بالامور الإباحة وما فيش نص في القوان بيحكي انه حام اذا ني مش حام اما الحديث هو حديث احد بهذا القضية وحديث الاحاد ما بتاخذ فيها بالموضوع التحليل والتحليل عند الاخوان الأشعار هاي نقطة ثاني نقطة في خلاف زي ما نقل مثلا نكتاب التفسير الموجود حلال اما اذا رحنا على القوان الكريم مثلا هم فيه آية معينة بيستعملوها عشان حابوا الموضوع اللي هي الآية اللي بتقول نساؤكم حاثن لكم تمام هسا هاي الآية نفسها يعني لها أصلا أكثر من تفسير يعني مثلا اذا رحنا على تفسير أحكام القوان تاع ابن عابي هذا ابن عابي مش الصوفي هذا ابن عابي سني هذا تمام وهو من كابا وعلماء أهل السنة والجماعة تمام والتفسير تاعه معتمد يعني معتمد لأنه فيه كثير كلام يعني هو الحلو فيه أنه بيجيب وجهتان النظر وجهة النظر لأغلب الناس عليها ووجهة النظر الثانية اللي في الأغلب الناس ما بيحكوا عنها وحتى لو أنه نفسه مش متفق مع الحكي بنقوله فأنا هذا التفسير بحبه يعني فالمهم يعني لما أجي يتكلم عن هاي الآية قال أنه لا فيه أخي وجهة نظر ثانية بهاي الآية أنه بعض الصحابة كانوا يعملوا هذا الفعل اللي هو إتيان النساء من الدبا تمام فلا موجود ناس حكوان فالمهم بيقول لك هو بالصفحة اللي قدامكم على الشاشة فيه تفساء آية نساءكم حاثل لكم أنه فيه مسألة ثانية وبالمسألة هاي اختلف العلماء وفيه جواز نكاح الماء في دباها فطائفة أجازت الموضوع وطائفة ثانية حامت الموضوع وبعدها بيقول أنه ابن شعبان كتب كتاب في عنوان جماع النسوان وأحكام القوانب هذا الكتاب نقل نقل قلات كثية أنه بعض الصحابة والتابعين وإلى مالك كان عندهم هذا الموضوع حلال وكانوا كثية منهم عندهم يعني أدلتهم وعندهم أشيائهم وكانوا بعضهم حتى يماسوا هذا الموضوع وبعدها بتكلم عن حديث ذكى في كتاب البخاء تمام وبقول أنه فيه كلام أنه ابن عمى نفسه كان يحلل هذا الموضوع ويجوزه تمام بل حتى بنقول البخاء نفسه حديث أو كلام ابن عمى بتفسير آية النساءكم حاثل لكم أو ما إلى ذلك وبعدها بيقول إنها نزلت بكذا وبكذا وما بيقول بإيش نزلت فالمهم يعني إحنا سأثبتنا أنه بعض الصحابة كان يشوفوا الموضوع حلال وفي حديث بالبخاء كمان بس على موضوع حديث البخاء هذا أنه فيه كثير كلام فيه أنه ليش البخاء مثلا ما صاحب شكل واضح نزلت بالأدبار ليش كتب عن عن أو حط نقط هذا ببساطة لأن البخاء فيه كثير أقوال طبعا فيه ناس حكولك أن البخاء استحى يكتب منها في الأدبار وفيه ناس ثانية بيحكولك أنه كان يأمل النحام فمنظر شي يكتب إيش بخالف اعتقاده بغض النظر فيه فيديو كامل عن هايض الحديث والمسألة هاي وتكلم عنه بشكل كثير موسع اللي هو سامح عيد سامح عيد عنده مقطع يوتيوب وأفقى أنا بحب سامح عيد كثير بحب كثير الأشياء اللي بيسويها عمل فيديو كامل عنها بس الحديث قاعد يجيب لك مصادر ورصة شو وأثبت أنه الدنيا كله عافية أنه البخاء نفسه كان نقل حديث أنه ابن عمى كان يقوله أنه هذا الإشي عن الأدبار وأنه حلال هذا الإشي فلأ فيه آئة ثانية بيقوله أنه حلال مش حام تودش يعني على أي حدا بيقول لك أي كامح طبعا هذا الموضوع أنا قبل هيك حكيت عنه باليوتيوب فجالك واحد كتب لي تعليق ولحد السمش ناسي عن الطعليق كتب لي أنت يا أنك جاهل يا أنك مدلز قلت له ليش يا أخو شوفي قاعد يقول لي أنه المعنى هنا كلام المفسين والصحابة ما بيكصدوا أنه عدم المؤاخذ الإتيان بالدبار ما أنا بيحكم هم نفسهم مكاتبين إتيان بالدبار بس يسدي ماشي قاعد يقول لك لا مش معناها هيك هي مع قصدهم أنه يجوز أنه يأتيها من الخلف في المكان المخصص لأنه بقدرش طبعا أوضح هذا الحكي أكثر من هيك بالعام البدء توضيح يجين على الخاص تمام عشان لا لنا جد جد ما بواحد صعب توضح أكثر من هيك فهو قصده حكالي يعني معناها أنه يجي بالمكان المخصص بس من الخلف نقولت له من وين جبتها الحكي سكت سعيتها طبعا بعدين حرفت لبغطة قلت يمكن أنا غلطان بصراحة يعني هذا الحكي قبل سنة قلت يمكن أنا غلطان فاحتدوى عن كلامه كمان بعدها بفتاة فلقيت مقال في إسلام ويب بيحكي نفس الكلام ومقتل ولسه لما تقاب المواقع الإسلامية السلفية اللي حاولت تود على هالموضوع زي مثلا إسلام ويب تستغب من سطحية تود تاحهم يعني بالأول بقول لك أنه أغلب العلماء ومنهم المذهب لا أضع حاموا هذا الموضوع فأنتمتك أنا لازم أسمع كلامهم ويقولوا أنه خام طبعا هذا حكي فاضي حسا الحام والحلال هذا بإيد الله سبحانه وتعالى وبإيد النبي عليه الصلاة والسلام حسا إذا النبي ما فيش عنه إشي ثابت مية في المية بيقولوا نظر إشي حام ما بفقش معي كلام الناس وإذا كمان الله سبحانه وتعالى ما ثبت إنه قال بهذا الإشي حام بأضم بفقش معي هاي أول نقطتين وثالث نقطة حتى الصحابة أنا باخد طبعا بكلام الصحابة ولكن من باب الاستئناس بعضه مش من باب الإلزام فأول نقطة قضيت إنه الأجماع وفيه علماء قالوا هذا كله بفقش معي وأصلا حجة الإجماع ما عليها دليل لأنه الإجماع نفسه عليه اختلاف زي ما حكيت بأكثر من الفيديوهات وهذا كلام علماء كبازي الشيخ محمود شالتوت اللي نقد أساس الإجماع بكتابه الفتوة ولما تقع باقي كلام فتوة إسلام وإنت بتبين بتبين لك إنهم كذبين يعني هم يحكوا لك نغلب العلماء والسلف وهذا قول الجمهة علينا حلال طبعا لاحظو أنا شو قال لك قول الجمهة كمان ما قال لك قول الإجماع ولكن بعد لما تطلع لتحت بتلاقي إنه بقول لك إنه في بعض من السلف والعلماء نقل عنهم إنهم أحلوا الموضوع آه يعني في علماء قالوا بهذا الموضوع فشو بدوا هم على هذا الموضوع بقولوا ممكن طبعا هذا افطار طبعا يكون بسبب إنه عاد الناس اللي كانوا مثلا ينسخوا أو ينقولوا الحكي كان عندهم اشتباه باللفظ يعني لخبطوا باللفظ أو إنه مثلا لخبطوا كان قصدهم ضهر ما كانش قصدهم مثلا الدبا اللي هي الخلفية طبعا هذا حكي فاضي لأنه إحنا بنحكي هنا عن ناس علماء باللغة ناس بشغلتهم كلها الدين فبعفوا إنه في قضية خلافية وفينا قضية كذا فكان الأول أنهم يوضحوا الكلام فهذا فيعني بالعقل يعني العلماء اللي قالوا بالحل هذا الموضوع هم أساسا شيوخوا علماء وبقاء وبعفوا الحلال والحام وبعفوا إنه في مسألة اللي هي تحايم مثلا نكاح الدبا فليش ما وضحوا كلامهم أكثر تمام وأنا عفكوا أنا ما بحكي عن واحد واثنين علماء كثار مش واحد واثنين أنا بس استدلت بواحد وهو نفسه حتى قللك إنه في ناس تانين قالوا فموضوع إنه والله إنه والله هم لخبطوا أو مش قصدهم أو إن الواحد يتوهم أو إنهم قصدهم كان الظهر هذا حكي فاضي هذا حكي فاضي كلياته هذا كلام كله فاضي ومش منطقي كان الأولى إنه علماء نفسهم أكيد نسألوا به وكان يوضحوا حكيهم أكثر من هيك لو قصدوا مثلا الظهر وكان قصدوا مكان المخصص الشيوخ أكثر ناس بحبوا يشرحوا ويشرحوا بتفصيل متعبة يعني قبل يومين كنت أسمع الشيخة بن باز أقسم بالله وحدة بتسأل في عن وضعيات ومش رأيب شو أنا بموت كثير تتخيل الموقف بس إنت مثلا بتحب واحدة صلّك عشر سنين وأخيان إنت وياها تجوز تمام فلما بلشتوا ودخلتوا بليلة الدخلة أنت جيت تبوسها فهي سألتك هذا حلال ولحام إنك تبوسني طب فموش شي فواحدة طانيت على المفتية قلت له يا الله يا مفتين عالي إذا بوست حكى لك بصير يقول لك وإذا كان هذه القبلة فانسية باللسان فهذا محبب وإذا كانت على الخد فهذا يجوز وإذا كانت كذا فهذا مكور وعاد لما تيجع يقول لك وهذا مسموح ومكور صدق لك تسألوا بكل وضعية بروح الشيخ بموت و هو بسمع وأنا بموت وكل من موت والتسدق بتسأل ليش بتسأل وصل بهذا الموضوع وفعلا اللي شيخ ولما يجي يشرحوا بموتوك أقسم بالله قبل يومين بسمع بابن باز والله العظيم في فيديوهات على يوتيوب واحد بتسأله هل هذا يجوز لقد خداعني الشيطان واجعلني أفعل ذلك وقسم بالله من كثرة تفاصيل أنا كنت بموت وأنا بسمع أوحيات الله ولكم هاي الشغلات خاصة مش لازم ستنسأل فيعني هذا الشيخ خاص انت والبنت اللي معاك سواء كانت حب طباط مضاعف شو هاي الشغلات خاصة يعني انتوا الاثنين تكون مبسوطين وخلصنا من الموضوع مدام الاثنين مبسوطين وبتعمل اشيالي بعجبكم خلص يعني لازم للدنيا كلها لازم الشيخ يدخل بنص بيناتكم لا خلص جيبوا الشيخ يوقف بيناتكم أحسن يحكي لك يتكر من المواضيع أحسن بيكون ما علينا يعني هذا من ناحية بس كمان لو ناجع على موقع السلاموي بنفسهم اللي يقول بالآخر شو وعلى فاظ ثبوت الخلاف عنهم فذلك ليس كل خلاف المعتبى يعني مش كل خلاف معتبى عندهم معنى كلامهم انه في بعض النقولات اللي ممكن ممكن تكون تدل على الخلاف بس حتى لو في خلاف احنا ما بنعتبى ما بنعتبى ليش لانه لانه اغلب عمنا قالوا النحام لا يا شيخ طب من قال لك ان الجماعة قصرنا حج عنا فبتوا كيف يعني حكي فاضي يعني فالمسألة فيها خلاف وانت خذائل بايحك إذا محتوى عاجبك وحاسس انه باستهل الدعم وحابب بالمستقبل انه يطوى اكثر واني انا كمان اقدر استمافي فبتقدر حاليا تدعم المحتوى من خلال البيبال اذا كنت من خارج المملكة او على الباتايون وطبعا جميع الاحسابات والاقام حاليا قدامك على الشاشة سلام